قبل ما نبدأ فيديو النهاردة عاوزك تحضر كوباية شاي كبيرة وتركز معي لان التفاصيل هتكون كتير كله جاهز؟ يلا بيا نبدأ انا عبد الرحمن احمد من عرب هاردوير وده فيديو نقاشي عن اسطورة فشل لعبة انثم بسبب سياسات EA المعتادة فشل لعبة انثم حاليا امر واقع ومش مجال للشكوك ابدا فبعد فترة طويلة من التشكك والترقب اللي كان بيصاحب الفترة قبل الاصدار الرسمي وفكرة ان دي تقريبا الفرصة الاخيرة واللعبة اللي ممكن تحدد مصير ستوديو بايوير كان الترقب والحماس بيزيد بالتدريج لحد ما اللعبة بقت تحت ايدينا ووضعها كان اسوأ من اننا نقول انها غير مكتملة لعبة انثمه على الرغم من الشكل المبهر اللي ظهرت به الا ان العيب القاتل اللي ظهرت به هو قلة المحتوى او خليها نقول ان عدامه من الاساس كلنا كان عندها شكوك ان اللعبة ظهرت بشكلها ده بسبب ضغوط من النشر EA على ستوديو بايوير انه يخرج اللعبة في فترة زمنية معينة خصوصا وان الهايب على اللعبة كان استثنائي والحملة الدعائية كمان كانت كبيرة جدا واكيد امال EA على اللعبة كانت اكبر من اي وقت تاني خصوصا مع الاداء المتواضع لباتلفيلد في بعد ما كانت السلسلة دي مع فيفا هي الوزة اللي بتبيض ذهب للشركة فاول شهر ابريل ظهر تحقيق صحفي من جيسون شراير وهو محرر اخبار في موقع كوتاكو وصاحب كتاب بلود سويت ام بيكسلز وكان اصدر اكتر من تحقيق صحفي سابق اهمهم كان بخصوص المشاكل في عملية تطوير العاب زي Mass Effect اندروميدا وتحقيقه المرة دي كان بيتكلم عن لعبة انثم التقرير بيبدأ بمعلومة ممكن تكون صدمة للبعض وبتدي صورة للفوضى وقلة التخطيط اللي صاحبت عملية التطوير من اولها المعلومة كانت بتقول ان اختيار اسم انثم كان قبل اسبوع واحد فقط من الكشف الاول عن اللعبة في حدث E3 2017 وان الاسم الاساسي للعبة كان من المفترض يكون Beyond ولكن تم تغيير في اخر اللحظة بسبب صعوبات في تسجيل الاسم والعلامة التجارية المشكلة مش هنا المشكلة ان كلمة انثم ما كانش لها اي معنى في الفترة دي ولا لها اي وجود واستخدامها في القصة كان بعد القرار ده يعني كده زي ما تقرر تشتري هدوم لمولودك الجديد وتسميه ايمن وفي الاخر تطلع بنت فاتقرر برضو تسميها ايمن وتدخلها مدرسة عسكرية المهم ان اللي حصل انه ما كانش فيه اي حاجة اسمها The Anthem of Creation وحاجة زي دي كانت حالة مرحلة التطوير اللي استمرت سبع سنوات كاملة المعلومة المهمة التانية واللي في التقرير واللي مش مفاجأة اوي هي ان اللعبة ما دخلتش فعلا في مرحلة التطوير الفعلي الا في اخر 18 ل 12 شهر وفضلت في مرحلة ما قبل الانتاج لأكتر من خمس سنين وده كان بسبب تغييرات جزرية في القصة واعادتها اكتر من مرة من غير اي استقرار على رؤية واضحة يقدر من خلاله فريق التطوير للشغل عليها وافتقاد القيادة لرؤية واضحة بالنسبة لتطوير الالعاب دي كارسة حقيقية ومش ممكن اصلحها من الاساس ما بالك بالعمل والتأقلم معها التقرير كمان وضح نقطتين مهمين اولها ان ما كانش فيه اي تفكير ان اللعبة تقدم تجربة سنجل بلاير على الاطلاق والتانية هي ان اي اي ما كانش فيه من جانبها اي ضغط على بايو وير انها تنتج لعبة منافسة للعبة ديستيني ولا كان فيه اي توجيه بنزول اللعبة بمحتوى قليل بحيث يتم بيع المحتوى الخاص باللعبة على شكل محتوى اضافي او ديالسي التقرير ذكر ان معظم المشاكل الحقيقية في تطوير بايو وير كان بسبب ادارة وقيادات الستوديو نفسه بسبب سياسات عمل داخلية وقلة عدد العاملين في بعض الاخسام وسوء ادارة بواجه عام سببت للكتير من العاملين جو سيء مليان بالقلق والاكتئاب لدرجة ان كتير من الاطباء اللي كان بيتوجه ليهم اعضاء فريق العمل كانوا بيوصوا باجازات من اسبوع ولحد شهر كامل للراحة من ضغطات العمل تقارير وتسريبات تانية اتكلمت عن نقطة دي تحديدا وتذكر فيها ان دي مش اول مرة يكون فيها جو العمل في بايو وير بالشكل ده الامر كان مماثل في فترة العمل على تطوير اندروميدا ودراجون ايج انكوزيشن لدرجة خلت الفريق يخسر كتير من اعضاءه تباعا بسبب الضغط الزائد والاكتئاب اللي كان بيؤدي احيانا ان بعض الموظفين يبكوا او يحبسوا نفسهم في غرف منعزلة وبعضهم اصيب بحالات انهيار عصبي قدت لغيابهم لمدة تتراوح بين الشهرين والثلاث شهور متواصلة وفي الحقيقة الكتير من العاملين في بايو وير بيكرهوا لعبة دراجون ايج انكوزيشن تحديدا للسبب ده وهو انها كانت اول اشارة لسوق ادارة الاستوديو ولكن نجاح اللعبة تجاريا ادى لعدم اتخاذ اي خطوات اصلاح في النظام الاداري لبايو وير لدرجة ان كتير من اصحاب الادوار الادارية في بايو وير قرروا يدو الاسلوب السيء اللي بتتم بي عملية الادارة والتطوير اسمه معين وهو بايو وير ماجيك وده طبعا لانه في نظرهم طالما الالعاب بتنجح تجاريا فمعنى كده ان ده اسلوب ناجح وبيقدي تأثير السحر فمهما يبدو ان الوضع صعب ومأساوي ومحتاج تدخل وتغيير سريع مجرد رشة من البيو وير ماجيك هتخلي الامور تتحسن وتنجح في النهاية ومع ذلك ما شفناش نجاح الخلطة السحرية دي في كل من انثم واندرومي ده لعبة انثم عدت على تغييرات كتير في هويتها وافكارها من اول مراحلها ولحد الاصدار ولكن الاهم منها كان فكرة انها مش لوتر شوتر زي الشكل اللي شفناها بيه ولكن كانت هتتمحور اكتر حوالين عوامل سيرفايفل ونجاة من المخاطر الموجودة في العالم والبحث والتنقيب في الغازه وبعدين الرجوع للقاعدة الرئيسية لكل الاعاد فالتحدي هنا كان من المفترض يكون قدرة اللاعبين على النجاة لأكبر وقت ممكن مع جمع موارد لتطوير السوتس الخاصة بيك مع بداية التركيز الحقيقي على تطوير اللعبة بدأت كتير من الافكار الاولية والكونسبت تنهار ويتم حسفها بسبب عدم القدرة على تنفذها تقنيا سواء لعدم قدرة فروست بايت انجين على كده او لاسباب تانية كتير لدرجة ان افكار زي الطيران لمدة طويلة كان من ضمن المصاعب لدرجة ان الفكرة بالكامل اتلغت والضاف التاني للعبة اكتر من مرة بالنسبة للعمل على القصة جيدر كان بيقود العمل عليها واني اعتبر المسؤول عن قصص العاب زي دراجون ايج من بايوير قصة مرت بتغييرات كتير وده بسبب معارضة كبيرة للقصة اللي وضعها جيسون والسبب انها كانت مختلفة عن الرؤى المبدئية لقصة انثم اللي كلنا شفنا طبعا قد ايه هي كانت رؤية مشوشة وكمان بسبب ان القصة كانت شبه قصة سلاسل استوديو التانية تحديدا كان بيتم وصف القصة اللي وضعها جيسون بانها ساي فاي دراجون ايج وده الحقيقة كان كافي انه يصيب الكاتب بالاحباط الشديد خصوصا مع الضغط المتزايد والمستمر ان اللعبة لازم تكون قصتها مختلفة عن غيرها مش مهم ايه الموضوع بس المهم انها تكون مختلفة وده اللي ادى في النهاية انه يصيب الشغل مع بايوير في بداية سنة 2016 في الحقيقة النقطة دي ممكن تكون الاهم في كل اللي بنتكلم عنه لان من المفترض ان استوديو بايوير بيتميز دائما وبيتفوق على غيره من المطورين في جانب القصة وكان دايما قادر انه يقدم لنا تجارب رائعة تفضل في الزاكرة وبنفتكرها لسنين طويلة فلما يكون الوضع بالشكل ده في الخروج بمفهوم ورؤية واضحة لقصة اللعبة فمعناه ان الوضع اكتر من كارثي رحيل الكاتب الرئيسي ادى لاستلام مسؤولية كتابة قصة اللعبة لفريق كامل من التيم ليدرز في بايوير ولان اي سفينة ما ينفعش يكون عليها اكتر من قطان كانت الخلافات بينهم لا تنتهي واستمرت مشكلة انعدام الرؤية الواضحة والمحددة والاتفاق على مفهوم واحد بينهم كان مستحيل وده اللي ادى انه لحد الفترة بين 2015 و2016 مفيش اي حاجة ملموسة او ثبتة في مرحلة التطوير للعبة انثب لا على صعيد القصة ولا على بناء العالم ولا على اسلوب اللعبة كل المشاكل دي كان بيزدها المشاكل اللي من جانب EA زي فكرة ان فروست بايت انجين كان تقريبا غير صالح على الاطلاق لتطوير اللعبة فبعد ما ظهرت مشاكله مع عملية تطوير اندروميدا استمر العمل عليه وده بسبب دفع EA للعمل بي لكل الالعاب بتاعتها برغم انه كان مصمم في الاساس لالعاب التصويب او الفرست بيرسن شوتر بس وده كان بيخلي عملية تطوير العاب زي اللي بتنتجها بايوير عملية صعبة جدا جدا وده لاضطرارهم احيانا للعمل على اضافة ميزة او ميكانيك انهم يشتغلوا عليها من اساسها وحتى التفاصيل الدقيقة لان ببساطة الانجين مش مقدم اي حلول تانية ده غير ان اي مشاكل او بقز مهما كانت بسيطة كانت بتتطلب مجهود مضاعف لحلها على فروست بايت بعض العاملين في فريق التطوير كانوا بيقولوا ان مشاكل بسيطة مش بتاخد في حلها ساعات على اي انجين تاني كان ممكن تاخد يوم او اكتر على فروست بايت كمان اي اي كانت بتزيد المشكلة دي اكتر بتقليل عدد العاملين على مشروع انثم وده بعد القرار بالعمل على فيفا باستخدام فروست بايت ومن لعبة فيفا هي النجم الحقيقي عند اي اي كانت النتيجة بسحب اغلب المطورين اللي بيشتغلوا على الانجين من انثم او اي مشروع جاري وتوجيه تركزهم الكامل على مشروع فيفا في بداية 2017 وبعد توجه المطورين من الفريق اللي بيقود بايو وير بالشكاوة واسباب القلق على وضع اللعبة بدأ العمل مرة تانية وكانت انثم بتتشكل اكتر في اتجاه انها تكون لود شوتر زي ديستيني وعلى الرغم من كده اي تشبيه او ذكر الديستيني من المطورين كان بيواجه برفض تام من الادارة حتى لو كان فيه تطابق مش مجرد تشابه ورفض تام لابتباس اي شيء مشابه للي موجود في ديستيني حتى لو كان متنفذ بشكل كويس وده اللي قده في النهاية ان اللعبة تكون ضعيفة جدا في جانب كونها لود شوتر زي ديستيني او ديفيجن 2 بعد صدور اندروميدا واغلاق بايو وير مونتريال كان فيه عدد عاملين اكبر يقدر يشتغل على اللعبة وتم فعلا عمل ديمو لعرضه على باتريك ساذرلاند وهو نائب الرئيس التنفيذي لاستوديوهات اي 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 الديمو كان تم العمل عليه في ديسمبر 2016 ما كانش بيحتوي على خاصية الطيران لان اللعبة ما كانش فيها طيران وده اللي دايق ساذرلاند جدا واثر ان فكرة الطيران تضاف على اللعبة وان مش ده شكل اللعبة اللي كان موعود بيها بعدها تمت مساعدة فريق العمل من مطورين من دايس عشان يزودوا الاضافة دي ويحلوا المشاكل الكبيرة اللي كان بيسببها فروست بايت انجين وبتمنع اضافة الطيران للعبة كل ده بس عشان ارضاء باتريك ساذرلاند وواضح ان اكل العيش مر فعلا في النهاية اتعمل ديمو جديد كان هو الاساس للي تقدم في حدث اي 3 2017 وبرغم كده وحتى بعد عرض الديمو اللعبة كانت لسه في مرحلة ما قبل الانتاج بري برودكشن بمعنى ان اللي شفناه ده كان من غير اي فكرة حقيقية عند المطورين عن شكل اللعبة النهائي او هيكون نوعها اي حتى ومن كتر ما الفيديو او الديمو كان سكريبتد المطورين ما كانش عندهم اي فكرة عن اي من اللي ظهر في الفيديو ممكن يتطبق فعلا في اللعبة اولا خصوصا ان الديمو كان مصاحب له موعد اطلاق محدد ودي حاجة ما نقدرش نقول عليها غير الجنون التقرير اتكلم كمان عن بعض الاحداث اللي كانت بتحصل داخل ستوديو بايوير نفسه زي انه بعد دمج بعض العاملين من ستوديوهات اي اي تانية للمساعدة في تطوير اللعبة كان فيه سلوك دائم من فريق بايوير الاساسي اللي كان اسمه ايدمنتن بيتصرفوا على اساسه ان هم اصحاب الافكار وانهم اعلى شأنا من غيرهم وبالتالي اي افكار كان بيتم طرحها من اي فريق تاني مشارك في التطوير كان بيتم رفضها تماما بشكل غير مبرر وبعجرفة وبغرور الموضوع تطور كمان بالبخل على الفرق المشاركة التانية بالمعلومات لدرجة ان فريق اوستن المشارك في تطوير اللعبة كانوا مش متأكدين من طبيعة اللعبة اللي بيشتغلوا عليها هل هي لود شوتر او او ار بي جي او حاجة مختلفة عن كل ده وبرغم ان فريق اوستن كان عنده علم اكتر بطبيعة الالعاب الانلاين لانهم مشتغلوا على حاجة زي ستار وورز دا اولد ريببليك الا انه اراهم واقتراحتهم حتى فيما يتعلق بتجربة الانلاين كانت بتترفض بشكل كامل اهمها مثال ان فريق اوستن كان رافض فكرة ان مهمات القصة تكون مرتبطة باللعب مع اشخاص تانية اونلاين كون ده بيفقد التجربة كتير من التركيز على الاحداث والاستمتاع بها وهتتسبب كمان باختلاف تجربة اللاعبين فهنلاقي ناس عاوزة تركز في احداث المهمة وناس تانية عاوزة تخلصها في اسرع وقت وخلاص وده بيسبب مشاكل تانية وده اللي حصل فعلا في The Old Republic قبل كده التغييرات الحقيقية والمؤثرة في تطوير اللعبة ما بدأش تنفيذها فعلا الا في شهر اكتوبر 2017 وبالنسبة للعبة المفروض تصدر رسمي في خريف 2018 كان لازم نعتبره نكتة ونكتة بيخة جدا كمان المدير العام لبايوير واسمه ارن فلين ساب الشركة واخد مكانه كيسي هوتسون وجزء الرابع من دراجون ايج اتلغى تماما وبدأ العمل عليه من اول وجديد بفريق تاني ازهر وكل العاملين التانيين انتقلوا للشغل على انثم واخيرا مارك ديرا اتعين كمنتج تنفيذي او اكزكيتف برودوسر لعبة انثم وساعتها بدأ ظهور تطور حقيقي في كذا جانب من جوانب اسلوب اللعب مع استمرار المعناف في جانب قصة اللعبة وتصميم العالم بحسب كلام واحد من المطورين في بداية 2018 مهمة واحدة بس هي اللي كانت كاملة واضافت فعلا للعبة قال كمان ان الكلام عن ان اللعبة اخدت سبع سنين في تطويرها هو كلام مش صحيح ابدا لان الشغل الفعلي على تطوير اللعبة من حيث تسلسل الجيمبلي او القصة والمهمات كان في اخر 12 شهر فقط الضغط الشديد لمجهود العمل من 7 سنين ل 12 شهر نتج عنه استعجال كبير كان اكتر حاجة ظهرة منه هي اللودين سكرينز اللانة هائية في اللعبة اول لما نزلت ده غير حاجات تانية اتلاغت من اللعبة زي البركس الخاصة بشخصيتك اللي بتزود مزايا بتنطبق على اي جافل بتستخدمه نضيف على كده ان الضغط بخصوص تعبير الوجه للشخصيات بعد كارثة اندروميدا دفع الستوديو لاستخدام موشن او فيس كابتشر وطبعا لان ده مكلف جدا ولان الوقت قليل فمعظم العملية دي تمت بدون اعادة تصوير او تجارب لدرجة ان بعض احداث القصة تغيرت لمجرد ان الموشن كابتشر بتاعها ما كانش مزبوط كفاية وما فيش موارد او وقت يصوروها تاني الاستعجال ده كمان ادى ان المطورين ما كانش عندهم وقت كافي انهم يجربوا اللعبة بشكلها الكامل عشان يلاحظوا اي مشاكل او تعديلات اخيرة وده ادى لبعض المشاكل زي التكرار المبالغ فيه طول فترة اللعبة يعني باختصار اللعبة صدرت في معادها بدون اي اختبار سابق مشاكل السيرفرات في اللعبة قدت في مرة ان المطورين نفسهم ما كانوش قادرين يدخلوا اللعبة ويكتشفوا البوجز الموجودة لمدة اسبوع كامل مع كل المشاكل دي ومع تغيير معاد اطلاق اللعبة اخيرا لفبراير 2019 المطورين توقعوا ان اللعبة تكون مرضية بشكل كافي للعبين بحيث انهم يقدروا يقدموا لها تحديثات وتعديلات فيما بعد خصوصا انها واخدة نظام الالعاب كخدمة او games as a service طبعا مش ده اللي حصل واللعبة تقييمها كان متوسط الى مقبول على احسن تقدير فحسب رأيي مراجعين كتير في مواقع كتير من العالم حاليا مهمة التطوير والمحتوى القادم للعبة هيكون في ايد فريق Bioware Austin وهيتم تحويل فريق Edmonton للعمل على Dragon Age 4 وبالنظر لخبرة فريق Austin ممكن نقول ان ده سبب يضعو للتفاعل شوية بس انا شخصيا مش متفاعل اطلاقا بوضع اللعبة او مستقبلها وصعب اننا نشوف عودة ليها توصلها للوضع اللي كان المطورين بيأملوا انهم يشوفوا أنثم فيه ممكن نقول ان لعبة زي Destiny 2 قدرت ترجع بعد بداية متوضعة بس برضو ما حققتش التوقعات الكاملة ليها حتى بوضعها الحالي اللي ناس كتير شايفينه مثالي وده اللي بيخليني مستبد الرجوع اكتر في وضع أنثم وبايوير تقرير جيسون شاير كان حاجة مفيدة جدا ومليان تفاصير اكتر من اللي قلنا عليها كمان وكشف حاجات كتير تخلينا نقول ان الأسطورة اللي بتقول ان EA هي سبب فشل أنثم مش صحيحة على الأقل مش بشكل مطلق من اللي شفناها مشاكل كتير سببها وسوق التعامل فيها كان جاي من جوه ستوديو بايوير نفسه اللي ناس كتير وانا منهم كانوا شايفينه ضحية سياسات EA ده مش معناه ان EA بريئة تماما بالعكس كفاية سياسة اجبار الستوديوهات على تطوير ألعابهم بفروست بايت انجين وكمان عدم تقديم أي دعم المطورين في الستوديوهات دي عشان يقدر يتجنبوا أو يتعاملوا مع مشاكله الكتير بشكل أفضل وبرضو نرجع نقول ان دي أخطاء وسياسات تأثيرها ظهر في خلال سنة واحدة اللي هما فترة العمل الحقيقية وان ست سنين من عملية التطوير راحت على الفاضي بسبب سوق إدارة موارد من بايوير نفسهم دي نهاية القصة الطويلة ونهاية الفيديو بتاعنا بس عاوزين نعرف قراءكم بخصوص لعبة أنثم ومشاكل تطويرها ومين كان السبب الحقيقي فيها هل تفتكروا اننا ممكن نشوف سياسات مختلفة في تطوير الألعاب من بايوير ولا شايفين ان التقرير زي ده ممكن يكون سبب على المدى البعيد اننا نشوف الستوديو بيقفل تماما في آخر الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير لو عجبك سبسكرايب وفولو عرب هاردوير على يوتيوب فيسبوك انستجرام وتويتر نشوفكم الفيديو الجاي والسلام اشتركوا في القناة